دكتور يعني نحن الآن أمام ما نراه من مشهد الحقيقة مؤلم استباحة للدماء ذبح على الهواء كيف نستطيع أن نحتوي مثل هذه الظواهر التي بدأت تتواجد في المجتمع بشكل لم يكن معهودا سعادة النائب يجب لا أنا ولا أنت أن نضع رؤوسنا في الرمال إنما يجب أن نصدع بالحق لأننا نحب هذا البلد وغيورون على هذا البلد ونتمنى لهذا البلد التماسك والترابط وبقاء الراية مرفوعة إلى يوم الدين أقول بلسان الغيور على بلده الذي يتقطع قلبه حزنا وأسا هذه الظواهر الغريبة التي تفشت في المجتمع وظهرت في الآونة الأخيرة يجب أن نكون ممن يملك الشجاعة الأدبية لنواجه مثلها فنقول غياب التربية تواري الجانب القيمي غياب الوعي المجتمعي غياب دور الأسرة غياب دور المدرسة تصديح التعليم في الجامعات عدم الاعتناء بالأخلاق والتربية الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية وجعلها لا تمت إلى المجموع بصلة أصبحت تلك المادة أوراق تلقى ولا يبال بها ومن هنا إن أرادت الدولة أن تحافظ على بنيتها السليمة وأن ترى أبناءها وشبابها وشاباتها نمازج في القيم والأخلاق والفضاء اللي يحتزى بها في العالم كله عليها أن تعنى بالجانب الأخلاقي بالجانب القيمي بالجانب التربوي وأن تكون مادة الأخلاق مادة الثقافة الإسلامية أو الثقافة المسيحية لإخوتنا المسيحيين مادة أصيلة في المدارس والجامعات كي نحصن أبناءنا من أي فكر وافد والآن العالم كله أصبح كقرية صغيرة وخصوم الوطن لا يهدؤون فقد نجحوا حينما ينشرون على أبنائنا وبناتنا ما يجعلهم يتفلتون من ضوابط القيم والالتزام بمبادئ القانون وعدم الخوف من العقاب فتجرهم تلك المواقع إلى الهاوية هل نحن نقف موقف المتفرج أليس هؤلاء أبناؤنا وبناتنا كل واحد من له بنت وله ابن فإن كنا حقا نحب هذا البلد ونخاف على هذا البلد يجب أن تتضافر جهود الإعلاميين والتربويين والمسقفين وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي والأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة والمشرعون في المجالس النيابية لينظروا إلى أي خلل أو قصور في مواد القوانين فتعدل كي نسلم كي نضمن لهذا المجتمع تحقيق السلم المجتمعي الذي يمكن لمجتمعنا أن يعيش به آلاف السنين إن شاء الله تعالى ولكن يعني تكرر